دلائل إسرائيل للمضي قدما في هجوم رفح تتزايد الجيش استدعى لوائين احتياطيين بدلا من لوائين نحال وأربعمائة واحد يأتي ذلك تزامنا مع أعلان الجيش الإسرائيلي أيضا أنه حشد كتبتين للقتال على الأرض بقطاع غزة دون تحديد المكان بحسب ما نقلته صحيفة والشيجون الأمريكية إسرائيل تسعى إلى اشتياح رفح رغم التحذيرات الأمريكية لثلاثة أسباب فهي تعتبر أن نجاح عمليتها في غزة يبقى منقوصا ما لم يتم إنجاز المهمة في رفح وأيضا لاعتقادها أن قادة حماس وعنصرها مختبئون هناك بالإضافة إلى وجود الرهائن الإسرائيليين في رفح وكجزء من الاستعدادات الإسرائيلية للتوغل في رفح تقوم إسرائيل ببناء معسكرات لاستيعاب أكثر من مليون فلسطيني متحصنين في مدينة رفح صور الأقمار الصناعية هذه من شركتي ماكسار تكنولوجيز وبلانت لابز لجنوب غزة تحديدا في خان يونس التي تبعد خمسة كيلومترات عن رفح نرى الصورة الأولى التي التقطت في السابع من أبريل ونقارنها بهذه التي التقطت في الثالث والعشرين من الشهر ذاته بخيام بيضاء في نفس المكان لكن ليس واضحا ما إذا كانت هذه الخيام مرتبطة بأي عملية وشيكة في رفح مسؤول أمن إسرائيليون رفضوا تأكيد ما إذا كانت الخيام لها علاقة بالتحضيرات للتوغل في رفح لكن هيئة البث الإسرائيلية قالت أن الجيش يستعد لاشتياح مدينة رفح قريبا جدا شكرا